سبق هذه الهجمات على المصالح الأمريكية في بغداد المطاعم وشركات كتر بلر وشركة كانون للألبان كانت هناك ضرب للسفارات والبعثات الدوليماسية في بغداد الجهات التي تفضلت بها لم تكن متوافقة مع سلوك ولا تصرف بل أن الجهات الأمنية السياسية هذا الوصف الدقيق نأت بنفسها عن هذا الحال نعم قد تكون هناك جهات أخرى غير منتمية إلى الجهات المعروفة مدفوعة من جانب ماذا تسمي بأن استهداف السفارة الأمريكية في بيروت بذاتة هزام يعني ما يجري في بغداد من هذا الاستهداف هناك في بيروت لربما نسمع في اليومين المقبلين على المصالح الأمريكية في عواصم أخرى في ذات المنطقة يا سيد محمد هذا الكلام خطير المحرك هذا الكلام خطير استاذ نجم بس إذا تسمح لي أريد أربط لك يا شوي بلا زحم عليك يبدو أن ما يجري في بغداد هو مرتبط بشيء أو بآخر بما يجري في المنطقة من عمليات هذا واحد ثانيا قد تكون الغطاء هو غزة خلتوقف عن نقطة التزامنية التي حضرتك تكلمت بها ما حدث في بغداد ما حدث في بيروت وما تبشر بها بأنه سيحدث قريبا بمعنى نحن أمام تنظيم دولي له امتدادات هنا وفي بيروت وفي أماكن أخرى القصة ليست عبثية القصة مخطط لها بتنظيم دولي مموّل بأهداف ويتحرك على نقاط معروفة يعني هكذا أفهم من كلامك قد لا يكون دولي قد يكون إقليمي يعني من دول إقليمية لأن المنطقة هي منطقة ساخنة ومنطقة فيها الكثير من الحوادث التي تلقي بظلالها أولا على العراق العراق أي إنعكاسة ما يجري في اليمن وفي البحر الأحمر ينعكس على العراق ما يجري في غزين ما يجري في بيروت ودمشق ينعكس على العراق ليش 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 كل شي لازم ينعكس على العراق لعدة أسباب أستاذ نجم أي لعدة أسباب منها أولا أولا العراق هو لا زال لا زال لحد الآن لم يكن هناك استقرار سياسي في العراق لا زالت الكتر السياسية نعم الاستقرار السياسي هو أفضل مما سبق لكن لا زال فيه هشاشة ولا زالت فيه ثغرات من الممكن لهذه الثغرات أن تتعاطى مع ما يجري في الدول الإقليمية هذا واحد ثانيا العراق أكثر الدول في المنطقة تعرض إلى نكبات وصدمات وكدمات من قبل التنظيمات الإرهابية فبالتالي العراق عندما يتحرك هذا التنظيم أو المضاد لهذا التنظيم سوف يتأثر على العراق بالتالي عدة يعني يعني محركات هي تؤثر على العراق هو محرك يا أستاذ محمد العقالي هو محرك واحد أقليمي بالمنطقة ما لدي العراق استقر يعني باخرة محملة بأسلحة فاتت بالبحر الأحمر راحت لإسرائيل إزيان إحنا شنه إذا نبني هو محرك واحد نستحملنا نحن بصدد ولادة تنظيم جديد له امتدادات إقليمية في العراق وفي لبنان وهو يعرف كحادث راح تصير بعد السام يوم أستاذ محمد يمكن يروحي محمد أستاذ محمد أستاذ محمد أستاذ محمد أتنبأ أستاذ محمد أستاذ محمد أستاذ محمد أستاذ محمد اشتركوا في القناة